السلام عليكم معكم محمود ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعود بالله من شرور انفسنا مسيئات عمالينا ما يهدي الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادية لو بإذن الله ثم اما بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه السلام نبدأ حلقتنا معكم على بركة الله تعالى في هذه الطبيعة الخلابة والمنظر الرائع والجو اللطيف نسبان في رياح بردة بس الدنيا كويسة اصبحنا واصبح المول كله انصاف الفرص ساعة انصاف الفرص اقول لك هذا اشتغل على انصاف الفرص ما تسيبش نص فرصة حد ولكن في حاجة اسمها ان الفرصة اصلا نصفية يعني يعني واحد مثلا عايز شغلانة اقول لك شغلانة كويسة بس ايه نص نص يعني شغلانة مرتبها نص نص آآ الخبرات اللي هاخدها نص نص آآ الناس اللي شغالة بيها نص نص دماغها يعني على قدها فيعني كل حاجة نص نص فرص بقدر ما هي آآ فرصة نصفية العكس ايه الفرق الفرق ان نص فرصة انك انت اصلا تشتغل في الشغلانة انها شغلانة كويسة ولكن آآآ الوصول ليها صعب فيه منافسين كتير متطلباتها كتير فانت بتكتهد وتزاكر عشان فيه متاحة ايعمل وعشان الوظيفة دي فهي دي نص فرصة اقول لك اصلا ممكن اخدها خمسين في المية خمسين في المية مش مش واضح او ممكن يقفلوا البوزيشن فبرضو ايه مش متأكد او انها اشتغلها رغم عملت الانتروفيوهات الاخر وقالوا لي انت تمام بس ان البوزيشن نبدأ المفتوح واشتغل فيه ده لسه مش متأكدين منه فالفرصة دي فرصة نصفية او نص فرصة سوري لكن الفرصة النصفية اللي هي اه فرصة سهلة جدا وتاخدها وعادي بس الشغلانة مش قد كده المرتب مش قد كده ان الخبرات اللي هتاخدها في الشغلانة او في الوظيفة مش قد كده بعدها عن البيت مش قد كده حاجات كده اللي هتزكم شوية من الرياح من الهواء الشديد المهم ده شهر يوليو يعني شهر يونيو كان مطر فانا يوليو شوية رياح من غير مطر فماشي الحالي طيب الحياة برضو لما في روسيا لما تيجي غير الشغل بقى عما تيجي تتجوز تقول له يعني اخلاقها عاملة ازاي يقول لك كويس يعني نص نص يعني مش احسن حاجة ولا اقل حاجة طيب نص نص في الاخلاق وفي التربية طيب التعليم الاكاديمي اخباره ايه يقول لك ما معاش جامعة بس يعني تعليم اعتبر نص نص طيب الجمال نص نص طب هي موافعة ليه بتحبك يعني اه بتحبني بس يعني حكاية ان احنا ما تكلمناش لسه في الجواز يعني موضوع برضو ايه نص نص مش بتحبك قوي يعني فهو كل حاجة نص نص فهل نمضي قدما في ناس يقول لك بصراحة لا ما نكملش انا ضد كده انا اقول لك لا اكمل لان الحاجات النص نص ممكن واحد يعني لو سألته اسئله اكتر هتعرف ان دي الفرصة الوحيدة اللي قدامه اصلا يعني عارف ممكن تكون النص نص دي في احوال تانية عند واحد تاني هي ربع ربع يعني واحدة ربع في كل حاجة بس ما فيش قدامه غيرها وميزتها الوحيدة انها مسلا متدينة او مسلمة ويقول لك ودي حاجة شرط انا ما قدرش هنزل عنه فخلاص يمضي قدما في هذا الامر او في هذه الزيجة وربنا هيكرمه ويوسع عليه بالربع فرصة ولا بالعشر فرصة اللي قدامه يعني كتير من اللي بيتجوزوا من روسيا يقول لي ايه هي مش جميلة قوي بتاع بس مسلمة وعائلتها مسلمين والدنيا حلو فقال هي دي بس وبتحبني وعايزة تتجوزني خلاص واحد زاد واحد يساو اتنين واحد زاد واحد يعجيب دين كويس معها بتحبك يساو اتنين يساو اتنين هيتجوزوا بس فمبروك عليكم وبرك الله فيما رزق ففيه فرق وده الفرق بقى ايه دي نص فرصة انت اقتنستها او ربع فرصة وفي حاجة تانية فرصة نصفية اللي هو واحدة جاية في اي حاجة عايزة تتجوز اي حد كبيرة في السن مضروب النار وفي احسن منها في المجتمع وانت راح تقول لي لا انا هاخد النص نص لأ كده اقول لك لا ده الغلب ده اللي هو الناس بتتكلم عليه يقول لك لا لا ده لما يبقى كله نص نص يبقى ما تتجوزش انا هتفق مع الناس اللي بتقول كده في هذه الحالة فقط لما يبقى في حلول تانية وانت اخترت الحل ده اللي هو النص في اللي هي الفرصة النصفية وليس النص فرصة اللي هي اقتناصها سهل ده الفرق الجذري ما بين الفرصة النصفية والنصف فرصة خلص كلام يا رب تكون الفكرة واضحة والطبيعة عجبتكم سبحانك اللهم ومحمدك اشهدوا ان لا اله الا انت استغفركم اتوبوا لك نراكم على خير وفي خير في حلقات قادمة باذن الله فعزو الله والسلام عليكم